أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة أن الاستثمارات في قطاع التعليم بشمال سيناء بلغت 240 مليون جنيه خلال العام درسي الجديد وأضف المحافظ أنه تم إنشاء عدد 22 مدرسة ما بين إنشاء جديد وإضافة أجنحة لمدارس قائمة في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بمناسبة مرور 49 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة جاء افتتاح مدرستي الوحشي وأبو الرفاعي الابتدائيتين بمدينة الشيخ زويد بعد صياناتهما وتطويرهما في إطار الاحتفال بانتصارات أكتوبر احنا بقلنا أسبوع كل يوم مخصص لمدينة مركز مدينة بنعمل فيه افتتاحات للحاجات الرئيسية وتتميز طبعا مدينة الشيخ زويد بارتفاع نسبة الهدم الموجود فيها وكان تحدي كبير لنا ان احنا بعد عودة المواطنين إلى قراهم كان التحدي كبير ان احنا في خلال ثلاثة أو أربع شهور ازاي نعيد الخدمات اللي هي بتؤدى للمواطن بالترتيب أو بالتضرر تشهد مدرية التربية والتعليم في شمال سيناء أكبر عملية افتتاحات لمدارس جديدة ضمن المشروعات التعليمية التنموية التي تقوم بها المحافظة بحجم استثمارات في قطاع التعليم بلغ مئتين واربعين مليون جنيها خلال العام الدراسي الجديد الدولة بتؤكد على اهتمامها بالعملية التعليمية واعادة فتح وبناء وانشاء وظيانات عدد كبير من مدارس زي ما حضرتك قرط المبلغ يفوق الـ 200 مليون وأكثر واحنا في كل يوم ياما في فتاح مدرسة أو في حضا جراء أساس احنا النهاردة بنعيد فتاح مدرستين بعد عادة تأهيل النهاردة احنا في مدرستة برفاعي للتعليم الأساسي دي تكلفتها زادت عن مليون وربمية وخمسين ألف جنيه تقريبا وكذلك منزه قليل في مدرستة الوحشي للتعليم الأساسي وده برضو في نفس الحدود الافتتاحات شملت مسجد التوحيد في حي السلام بمدينة الشيخ زويد بعد رفع كفاءته بتكلفة بلغت 300 ألف جنيها على مساحة 150 متر مربع في إطار عودة المساجد لمكانتها الرئيسية ونشر الفكر المعتدل